التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرنتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس طيار الحكمة العراقية عمار الحكيم لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس طيار الحكمة ثمن الدور المحورية الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا تطلع العراق الاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تقدم بالشكر لرئيس طيار الحكمة على الاتصال مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي طلقه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد حرصه على توجيه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئيسة أن الرئيس الفرنسي استمع خلال الاتصال إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وأوضح متحدث الرئيسة أن الرئيسين اتفقوا على تكثيف الجهود المشتركة في هذا الصدد ما أكد أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة وتوافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عام وعادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين رحبت مصر بإنشاء آلية أمامية لإدخال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع وتعيين منصق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنصيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مصاري التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطاله المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع معتبرتان أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمان لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة كما جددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة وخلال جلسة مجلس الأمن قال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن صدور قرار المجلس بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الدامية للحرب على القطاع معربا عن تطلعه في أن يسهم هذا القرار في دعم تقديم المساعدات للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية استشهد 18 فلسطينيا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة العشرات هذا ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال لمحطة لتحليل المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الأمل بمدينة خانيونس وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية ليصبح بذلك قانونا وأوضح البيت الأبيض أن التشريع الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي رياضيا توج فريق منشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم الأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على فريق فلومنانسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد في المبارات النهائية التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشيعة في جدب السعودية وسجل ربعية منشستر سيتي كل من جوليان ألفريز ونينو لاعب فلومنانسي بالخطأ في مرمى وفي الفودن وحصد النادي الأهل الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم الأندية بعد فوزه على أوراوى ريد الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة لتحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة وسجل أهداف الأهلي كل من ياسر إبراهيم والجنوب إفريقي برستاو والتونسي علي معلول مشاهدين أنتهى من مجزء التساعة ونعود الاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر